نشر الصحفي البريطاني ديفيد هيرست مقالا في موقع ميدي الاستآي تحدث فيه عن انقلاب خليجي محتمل في تونس وعن عدم مقاومة الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي الإغراءات المقدمة له من السعودية والإمارات وقال هيرست في المقال ما من شك في أن وجود حركة إسلامية سلمية تتمتع بمهارات سياسية في تونس إنما هو بمثابة شوكة في خاصرة الأنظمة الديكتاتورية في الخليج وفي مصر وهي التي لم تتدخر وسعا في محاولة إنهاء تجربة تونس الديمقراطية الغضة وأضاف لقد قاوم السبسي إغراءات تلك الأنظمة قبل أربعة أعوام لكن لم يعد يقاومها الآن والحديث حول هذا الموضوع راحب بضيفي عبر الأقمار الصراعية من تونس الصحفي والمحلل السياسي السيد صالح عطي أهلا بك سيد صالح هل تتفق مع ديفيد هيرست فيما ذهب إليه فيما قاله أن هناك انقلاب في تونس مدعوما خليجيا أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام أعتقد أن ما ورد في هذا المقال لديفيد هيرست الحقيقة ليس جديدا في تونس هنا والنخب والطبقة السياسية تدرك ذلك جيدا منذ عام 2014 وحتى قبل ذلك كانت هناك محاولات مصرية وأساسا إماراتية سعودية من أجل تغيير الأوضاع في تونس باتجاه الالتفاف على المسار الديمقراطي وعلى الثورة التونسية وعلى مهد الربيع العربي التي يحاولون أن يطمسوها بكل الأشكال وعاشت تونس منذ 2014 تقريبا كما قال ديفيد هيرست ضغطا كبيرا على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من أجل أن يلتف على هذا المسار وأن يعزل حركة النهضة وبالتالي ينشأ ديكتاتورية جديدة قوامها ديمقراطية مقنعة بمال خليجي ويلتف بالتالي على مصار الثورة التونسية وعلى مآلاتها وعلى ما تبقى من هذا الربيع العربي في المنطقة العربية لكن الرئيس التونسي ربما آمن بأن القدرات التونسية وأن العقل التونسي أهم من الأموال الخليجية وراح بعيدا عن ذلك وصاغ توافقات مع الحركة الإسلامية في تونس بشكل سمح للبلد بأن يستقر تيلة تقريبا أربع سنوات كاملة ونحن نتأهب لدخول العام الخامس من هذه المدة النيابية إذا استثنينا بعض الاحتجاجات بعض الإضرابات بعض الممحكات السياسية هنا وهناك فنحن في وضع مستقر إلى درجة كبيرة رغم كل التحفظات وكل الانتقادات التي توجه للحكومة التونسية ولمنجزاتها التي تكاد تكون صفر إلى الآن سيد صالح ربما المشاهد يستدعي ما هي الفائدة التي ستعود على السعودية والإمارات من تغير الوضع داخل تونس سواء جغرافيا تونس بعيدة وأيضا العلاقات عادية لكن ما هي الفائدة التي لا يمكن أن تعود على النظام في الإمارات وفي السعودية إذا تغير الوضع أو إذا ساهموا في تغيير الوضع داخل تونس أنا أشكرك على هذا السؤال سؤال دقيق ومهم للغاية في تقديري المشكلة بالنسبة الإمارات وربما بدرجة أقل السعودية لكن الرأس المدبر هي الإمارات في الحقيقة يعني مشكلته الرئيسية هو إزالة هذا النموذج في المنطقة المغاربية وفي المنطقة العربية عموما لأن الآن في كل منطقة العربية هناك مثل هناك مودل مثل ما يقال بالفرنسية وهناك نموذج يراد له أن يتبع في ليبيا في اليمن حتى في مصر نفسها التي تشهد ربما انتهاءات حقوقية صارخة وغير مسبوقة في تاريخ مصر هي الآن النموذج الأساسي في المنطقة بات هو تونس بالتحديد حتى في خارج المنطقة العربية في إفريقيا ينظروا إلى تونس من هذه الزاوية أيضا ولذلك القضاء على هذا النموذج التونسي القضاء على هذا المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس هو قضاء على هذا النموذج وبالتالي التحكم أيضا في مسارات الأمور في داخل منطقة العربية بالمال الخليجي مثل ما حصل في ثمانينات وتسعينات القرن المنقضي المثال التونسي النموذج التونسي يزعج من هذه الزاوية القضية ليست علاقة جغرافية بالسعودية أو بالإمارات أو حتى بمصر المسألة مسألة رمزية ومسألة سياسية ومسألة أيضا في أذهان أن نخب وفي أذهان رأي العام العربي عندما يشعر الرأي العام العربي أنه تمت نموذجا اسمه تونس في المسألة الديمقراطية وفي التغيير وفي التحول السياسي السلمي المستقر بعيدا عن الدكتاتورية القديمة التي شاهدناها تقريبا طيلة ستين عاما في المنطقة العربية وفي تونس وفي المغرب العربي هذا بالنسبة لهؤلاء الأطراف مزعج ومقلق ويراد له أن ينتكس بكل الأشكال ولذلك حاولت الإمارات العربية المتحدة مرات كثيرة منذ 2014 من أجل أن تلتف على هذا المسار ولكنها فشلت إلى حد الآن لأنه رغم أنها وجدت بين قوسين نخبا ربما وجزء من هذه النخبة التي ذهبت معها في هذا الاتجاه لكنها وجدت أيضا نخبا أخرى وطنية آمنت بهذا المسار الانتقالي الديمقراطي آمنت بهذا النموذج التونسي وتريد أن تواصل وتستمر فيه رغم كل الصعوبات سيد صالح في ظل الضغوطات الاقتصادية التي تمر بتونس ووضعها المالي وزيادة العجز التجاري هذه الأمور ضاغطة بقوة على تونس إلى أي مدى من الممكن أن يتم الاستجابة بعد رأينا زيارة محمد بن سلمان رأينا قروض أكثر نصف مليار دولار بفائدة قليلة كل هذه المحاولات كيف يمكن لتونس أن تصمد أمام هذه المحاولات؟ في تقديري هناك نخب سياسية تونسية هناك طبقة سياسية هناك طيف سياسي واسع في تونس بات يرفض أي تدخل أجنبي مهما كان لونه أو اسمه أو رسمه المهم في تونس أن نخوض تجربتنا وهذه التجربة في تقدير نخب التونسية إذا ما فشلت فلن تعود إلى تونس لمدة مائة عاما على الأقل وستحاسب الأجيال القادمة هذا الجيل الآن من الطبقة السياسية الذي يتولى العملية السياسية في تونس أعتقد أن الطبقة السياسية سترفض هذا حتى بالإغراءات المليلة يمكن أن تخرج الاقتصاد التونسي من أزمته ولكن هناك عقول تونسية وهناك علاقات تونسية أخرى خارج الدائرة الإماراتية السعودية يمكن أن تفيد كثيرا تونس وهي بصدد ذلك الآن من خلال العديد من القروض من خلال المساعدات من خلال برامج شراكة واسعة مع أطراف أوروبية مع أطراف غربية أسيوية أفريقية من أمريكا اللاتينية حتى وهناك زخم كبير يجري على الصعيد الاقتصادي من أجل الخروج من هذه الأزمة طبعا طالما أن هناك استقرار سياسي في تونس طالما أن مؤشرات الخروج من الأزمة يبقى دائما ممكنا ووالدا وفي أيدي التونسيين ولكن عندما لا تستقر الأمور وعندما تذهب الأمور باتجاه الانفلات يكون الاقتصاد يعني في وضعية حرجة أكثر من أي وقت المضاء ويسمح هنا وتصبح البلد عفوا لديها قابلية لهذه المساعدات الملغومة بين الظفرين ولهذه القروض يعني المفخخة إن صح القول القادمة من هنا وهناك خاصة من مال الإماراتي نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد صالح عطية الصحفي والمحل السياسي كنت معنا عبر الأخمار للصناعية من تونس شكرا جزيلا لك مشاهدين أفاصل قصير ونواصل معه فقرات المسائية وفيه إبداع الجمهور وإطلال على أحدث أعمال شباب المبدعين وأبرز ما تدوره مستقديم مواقع التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك